في موازات ذلك دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين الرغبين بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا إلى التسجيل للحصول على موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق مجتمع واعي لفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة سير عملية التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم والاستفادة من جميع التقنيات المتاحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة